بسم الله الرحيم مع صنة عظيمة جدا مهجورة لا يعلمه اكثر الناس فيها حفظ للمال وحفظ للنفس طول العام روى الامام التنميذي بسند حسن وصحح الحديث مجموعة من العلماء او حسن الحديث مجموعة من العلماء الحديث روى الامام التنميذي والامام احمد في مسنده امام حفظ بن حنبل والامام السيوتي في جامع الحديث وابن عبد البر في التمهين وغيرهم من حديث مخنف ابن سليم قال عليه الصلاة والسلام على كل اهل بيت ان يذبحوا شاة في كل رجب وفي كل اضحى شاه ورواية اخرى انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم هو على العرفة فوجده يقول على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعتيرة وتدرون ما العتيرة قال التي تدعونها الرجيبة الرجيبة التي تطبح بشهر رجب بعض ورما انقر الحديث قال لا لانه يختلف مع الحديث في البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فرعة ولا عتيرة لكن الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ الوجوب ان لديك تواجبة في بداية الاسلام او كان في اول الاسلام قبل قبل دخول الاسلام كان العرب يصبحوا في شهر رجب اضحية بعدين جاء الاسلام في الاول وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك او نسخ الوجوب عشان ماشي مشقة على الناس لكن السنة ظلت موجودة ويا سنة عظيمة ليه؟ لان انت لما بتضحي في شهر رجب وبتضحي في عيد الاطحى بتقي نفسك طوال العام من الشرور من المصائب والحوادث وبتحفظ مالك يعني الاسلام بتحفظ المال فانا بنشد بالذات اهل الفضل واهل المال رجال الاعمال اصحاب الساعة اصحاب الساعة في الاموال لازم تضحي واللي قوي ده ان الامام مالك الامام مالك قال في الموطق ان ابو بكر وعمر كانوا في بعض السنوات بيتركوا الاطحية خوفة من ان الناس تظن انها بش سنة وتظن انها فرض فكانوا بيصيبوا الاطحية عمدا بايسان سيدنا ابو بكر و سيد العمر كانوا بيضحوا كل سنة اطحية وده يؤكد ان الاطحية مهمة كل سنة وان كانت بش فرض لكنها سنة لان رسول بيقول على كل اهل بيت في كل عام اطحية وعطيرة يبقى صاحب المال لازم يزكي عن ماله او مش عنول يزكي يطهر ماله او يتصدق باطحية في شهر رجب وفي عيد الاطحى مش معنى كده ان لو ما عمدش كده هيخش النار يعني الاطحية واجبة عند جمهور علماء مرة واحدة في العمر ورسول صاحب المضحة عن غير القادرين في العيد الاطحى لكنها تظل سنة مهجورة وحضرتك قبل كده الاحياء السنة المهجورة لخفض العظيم والناس اللي اتحي السنة المهجورة عند انتصار العلم وانتشار الجهل بين الناس يكون لهم ثواب عظيم جدا يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام من احيى سنة اماتها الناس لم يمت قلبه لم يمت قلبه حين تموت القلوب قال عليه الصلاة والسلام المتمسك بسنتي عند فساد امتي له اجر شهيد واقرب الناس اللي نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في الفردوس الاعلى في الجنة هم اصحاب احياء السنن المهجورة او المتمسكين بالسنن المهجورة التي ضياحها اكسا للناس فغير كده ان الرب رسول الله سيبارك لك في مالك ان انت ستطعم الفخراء في شهر الرجب وفي عيد الاطحى فلما تضحي في شهر الرجب ويبارك لك في المال ويبارك لك في صفقة يدك ويبارك لك في عملك وتحفظ من الشرور والمصائب والحوادث طوال العام فبالضبط عامل زي العقيقة العقيقة بتوقع عن الولد بتحفظ الابن طوال العمر لما انت بتوقع عنه في يوم السابعة وتحلق له شعره وتوزن الشعر ده وتتصدق بوزن الشعر ده زهب أو فضة وفي يوم السابع وتعق عنه بعقيقة بتحفظه طوال العام او طوال عمره من المصائب والحوادث ويطلع انسان صالح كذلك برضو الاطحية وبداليلا هي الاطحية هي اللي نجت سيدنا اسماعيل من الدبح يقولول الاطحية كان سيدنا اسماعيل اسماعيل يدبح فالاطحية ده انت بتفدي بها نفسك وبتفدي بها مالك او بتحفظ بها مالك فكلما تضحي اكتر بعدما تضحي مرة واحدة كل سنة لا تضحي كل سنة في شعيد الاطحية او تضحي في الرجب هيبارك لك في المالك ويبارك لك في رزقك ويبارك لك في صحتك ويبارك لك في اولادك ويبارك لك في زوجاتك وهكذا وهتأتي هذه الاطحية يوم القيامة بأصلافها وشعريها وفي ميزان يوم القيامة ملكم كل شعرة حسنة. والحسنة بعشرة والله ضعف لما يساء. طبعا المناقب لا تحصل. فعليه تنحي هذه السنة المهجورة. خاصة اصحاب الاموال. يعني انسان الفقراء اللي هم يعني اه ما عندهمش ساعة. خلاص. اه ممكن يضحس براء السنة. لكن انسان الانسان الغني. اللي عنده فائد مال. ما يضحيش لي في شعر رجب. ويضحيش لي في شعر كله اضحى. كله في كل ايد اضحى. بس كان ده حيزود المال وحيبارك له في المال. فانا هكتركوا لحديث الوصف بتاع الفيديو. الشرح. انساخوا هذا الكلام ونشروا نشرها درميل في ثواب عظيم. لان هذه سنة مهجورة لعنب اكثر الناس. وحياء السنن له ثواب عظيم. اقولوا خولي هذا. استغفر الله عليكم.